اشتركوا في القناة تهريب القائد العسكري الحمسوي من القطاع بواسطة سلاح البحرية الإسرائيلي وأنه اصطحب معه حاسوب فيه معلومات حساسة عن نشاط الكوماندوز البحري التابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس تستمر الاحتجاجات بسبب الضائقة المالية التي خلفتها جائحة كورونا وستشد مدينة تل أبيب مظاهرة حاشدة للمستقلين وأصحاب المصالح التجارية الذين تضرروا بشكل سلبي من قرارات الإغلاق التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية واجتمع المنظمون يوم أمس برئيس الوزراء بن يمين نتنياهو لكن الاجتماع انتهى بدون نتيجة وقال منظموا المظاهر أن الخطة الحكومية التي عرضها نتنياهو ووزير المالية قالوا أنها خطة إيجابية لكنهم يفتقدون للثقة بالحكومة قام زورق حربي إسرائيلي باختراق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس النقورة بحسب بيان صادر عن الجيش اللبناني وأشار البيان إلى أن عناصر الجيش اللبناني ألقت ثلاث قنابل مضيئة فوق المياه الإقليمية وأجرت متابعة الخرق الإسرائيلي مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أعلنت جيش العراقي انطلاق عملية عسكرية مشتركة مع قوات حرس إقليم شمال كردستان والمعروفة باسم البشمرقة لتمشيط الشريط الحدودي مع إيران وأطلقت على العملية اسم أبطال العراق المرحلة الرابعة وتشمل العملية تمشيط أكثر من 17 ألف كيلو متر ومربع بهدف ملاحقة عناصر الدولة الإسلامية وتعتبر عملية أبطال العراق أول عملية تمشيط مشتركة من نوعها في تلك المناطق منذ تصاعد التوتر بين القوات الاتحادية والبشمرقة وانسحاب الأخيرة من المناطق المتنازع عليها أمام تقدم القوات التابعة لبغداد عام 2017 على خلفية استفتاء الانفصال قالت وزارة الرئيس السودانية أن جولة المفاوضات حول سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا حققت تقدما ببعض القضايا الفنية عبر تقديم مقترحات تهدف للتوصل لاتفاق يضمن حقوق جميع الأطراف يأتي ذلك بالتزامن مع خطة سودانية للتوسع بالزراعة البعلية لتدارك أي تأثيرات سلبية لأزمة السد ومن المتوقع أن تستمر يوم غد الأحد المفاوضات بين الدول الثلاث حيث سيتم عقد اجتماعا حاسما من أجل تحديد مصار المفاوضات التي انطلقت منذ ثمانية أيام برعاية الاتحاد الإفريقي وبمشاركة مراقبين دوليين قال الجيش المصريين المناورة العسكرية المصرية التي أجريت مؤخرا وأطلق عليها اسم حسم 2020 عند الحدود الغربية تأتي في ظل ما تمر به المنطقة من متغيرات سياسية وأمنية ونشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي مقطع فيديو يظهر ما شاهدت عرض للمرة الأولى من المناورة وحمل الفيديو عنوان الجيش المصري يحمي ولا يهدد واختتمت المناورة العسكرية بإطلاق عدد من الصواريخ من طراز هربون من عدد من المدمرات والغوصات يتهد في ظل احتدام الصراع في ليبيا ومخاوف مصر من التدخل التركي في الشأن الليبي قال وزير الخارجية الجزائري صبري بقدوم إن أمن واستقرار ليبيا يشكل أولوية قصوى لأمن الجزائر وأكد بقدوم إن الجزائر على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية وأضاف إلى أن بلاده ترفض أي تدخل خارجي وأن الجزائر تواصل العمل مع دول الجوار لاستعادة الأمن والسلام في أقرب وقت ممكن نهاية الموجز أشكركم وحسن التابع وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر